انا الدكتور محمد شريف استاذ ميكرو بيولوجي ومتشرف ان انا اخدش معاكم في هذا المؤتمر الجميل اللي خام بالناس من الافاضل واعتمد هذا الكلام عميد الكلام انا هديكم النهاردة موضوع عن الورال اميونيتي in relation to autoimmune diseases الاوتو اميون diseases بعض الناس كتير قوي متجاهلينها في الحالات اللي بتيجي recurrent oral ulcers فالبيرفوس بتاعي النهاردة لاني افهمكم الاورال هالس اميونيتي شغالة ازاي وبعدين ازاي يبقى فيه autoimmune diseases نتيجة manifestation في الاورال كافتي طبعا المانفستيشن في الاورال كافتي انتم بتهيقلك انها تبقى سهلة افسس وبتاعه يحط الكريم والكلام ده انما لازم نبقى عارفين ايه الباكجراوند بتاعها سببها ايه هل سببها autoimmune ولا سببها ايه عشان اقول الكلام لازم ادي هنت بسيط جدا عن الاميونيتي introduction to immunity عشان نبقى ايه ماشيين مع بعض وفاهمين ايه الموضوع اي foreign particle او invader بنسميه antigen لو دخل جواه جسمنا جسمنا بيحصل فيه حاجتين مهمين او يعني اما يعمل antibody against this invader او cell mediated against this invader يبقى دي اسمه humoral يعني antibody او immunoglobulin بتتكون و ايه او cell mediated لكن انا اللي اهمني النهاردة ان ساعات الانتجن او الامبيدر ده يبقى موجود وما فيش رد عليه ما فيش اي حاجة بترد عليه ده اسمه tolerance ارجوكوا تحفظوا الكلمة دي tolerance tolerance يعني تعود يبقى اي انتجن يبقى اي انتجن يبقى فيه tolerance عدم استجابة صوت ولا صوت نعم اه immunity نوعين نوع النيت ربنا خلقها لنا انا موجود معهم يا بيه نعم موجود معهم الانت دي عبارة عن اه حاجة ربنا خلقها لنا against اي microbes او invaders غير مقبول في جسم الانسان adaptive يعني الجسم هيبتدي اتعرض لهذا ويفلت من الانت فهبتدي اشتغل ياما immune system يعني ياما يشتغل humoral ياما cell mediated الادابتف immunity urna hemoral او cell mediated كلها بتتلخص فيه خلية اسمها lymphocytes خلايا اسمها lymphocytes طلع من بول ما يرى فيه نوع منها اسمه T lymphocytes اللي في النص ده وده اهم حاجة فيه نوع اسمه B lymphocytes وفيه نوع لا لا ينتمي الى T ولا البي اسمه natural killer بس هي lymphocytes الnatural killer دي مش عاوز اي مساعدة natural killer دي react agenist invader وبتعمله destruction او apoptosis وتخرجه من الجسم انما T lymphocytes فيه نوع منها اسمه T helper وفيه T cytotoxic وT regular او regulating الت lymphocytes الhelper في helper 1 بتساعد على الactivation بتاعة T cytotoxic والimmune response تبقى cytotoxic بتقتل الخلايا بتعمل لها apoptosis الty helper 2 بتعمل activation للبي lymphocyte اللي هي تالت واحدة دي عشان تطلع immunoglobulins او antibodies against invader دي ملخص كامل لل lymphocytes ولل adaptive immunity لو كلمنا عن oral health وده تخصص مهم جدا في بلاد كتيرة كسبوا منه كتير نلاقي ان oral health ده منلي انيت ولكن في منه adaptive يعني antibody أو meditative الانيت بتاعت ربنا انا بتكلم بسرعة معلش الانيت دي عبارة عن او اهم حاجة في oral cavity بتدفع عنه الميوكوزة الصلايفا الجنجفل او الجنجفل بالذات يعني فلو جينا على الميوكوزة نلاقي ان الميوكوزة فيها layers فيها كريتينين او كريتينين في سكين داخل مع الليبس في الميوكو كوتيني في الفارنكس واللارنكس مليان لينفويد تيشو وفي الميجور اند مينور ساليفاري جلانز كل دي عبارة عن immunity local في الورال health وبتشتغل العلميوكوزة السلايفة هتكلم عليها بعدين التانية حاجة اللي هي الجنجفل سيرفيكولر فليويد ده من الحاجات المهمة جدا المست المست تيشو ً شخص دي جنجبر و الهي جنجفل اللي هي جنجفل epithelia which communicates by means of periodontal membrane with the bone of the jaw دي أكتر حاجة in risk لو جينا على protective barrier of the oral mucosa هنلاقي في الصلايفة عليها شغال عليها تحتيها الكريتنين layer تحتيها granular layer وبعدين الباسمت membrane تحتيه لكوسايتس عصان اي التهاب او inflammation او او يبقى جاهز وبعدين ممكن يتكون موجود الantibodies ودي كلها بتخرج بقى من البلاد فيزلز اللي بدد في oral mucosa دي الprotective barrier of mucosa لو جينا على الصلايفة نلاقي في حاجة مهمة جدا الميكانيكال المستيكيشن حركة الطنج the cheeks and lips بتضروط الورجانيزم can get rid of the organism ينزل مع يعني secretions بتاع oral cavity يتبلع وينزل في GIT الليسوزايم ده انزايم بيخرج من الميوكوزا برضو من salivary gland وده بيعمل لبعض البكتيريا اللي هي most often اللي هي gram positive bacteria سوى كوكاي او باسيلان فيه بيطلع البروكسوديس في الصلايفة موجود ده against اللاكتوباسيلاس والستريبتي ميوتانس ميوتانس فبتمنع الدينتال كيريز بيعني بشكل كبير في لكتوفرن الايرن ده حاجة مهمة ادن for the nutrition of مايكرو ارجانيزم فدي بتشتغل على انها دي كريز الايرن اللي needed for the pathogenic ارجانيزم to attack the oral cavity فيه cerebrary agglutonines دي بتلزأ الميكروب وتخرب به فيه حتتين بقى مهمين قوي الكمبليمت الكمبليمت دي مادة موجودة in all body fluids except csf and urine دي بتستنى الميكروب لما يطلع ويتحد مع الانتيبودي يروح داخل هو بالكلاسيك والأرتيل الكمبليمت ويروح عمل destruction للأرجانيزم أو inflammation أو increase phagocytosis الكمبليمت دي حاجة مهمة جدا بس بيستنى الانتيبودي انها تطلع وتمسك فيه فيه بقى بصويت تاني للكمبليمت ان اي toxic substance بتيجي يشتغل هو عن طريق T3 C3 بتاعته ويبتدي يعمل cleaning of the toxins from the oral camp اخر حاجة secretory IgA immunoglobulins كتير اوي M G D E A ده most predominant immunoglobulin اللي بيفوت في الصلايبا بس لابن اللي بعارفين الIgG والIgM ممكن يفوتوا بس بنسبة وطية جدا دي كلها حاجات في الصلايبا لو نقع gingival cervical fluid نلاقي ان الموجود gingival هي ما عليش الماوس بتاعي وحش قوي gingival ودي البلوت فيزلز بتطلع gingival طلع الانتيبودي وطلع الحاجات دي كلها في gingival cervical fluid بس واتبتدي تخش وتعمل الاميوني بتاعتها على السن هي ودي اللي هي الجنجو 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 cervical fluid فيها بقى contains humoral and cell cellular component موجودة في البلوت وfunctioning on two surface بس انتعرفتوا ازاي بقى بتيجي وتمشي لو نيجي بقى على اهم حاجة اللي هو الطولرانس اللي هيدخلنا في الauto immune diseases اللي بتعمل لنا oral manifestation واحنا مش واخدين بالنا طولرانس يعني in ability to respond to certain antigen ايه شايفين الدفاع بتاعنا هي ده الطولرانس اللي ماسكه في ايده الراجل المحارب ده ده الطولرانس اللي بيمنع مهاجمة self antigen اللي بيينفع مهاجمة self cells الطولرانس ده بيتم على two levels يا اما central طولرانس يا اما preferal طولرانس عاوزكم تاخدوا بالكم الكلام ده اوي لازم تبقوا عارفينه لاني ده حاجات بتاعة يعني researches والresearch كلها بعيدة عن امينولوجي انا مش عارف ليه السنترال طولرانس ربنا عاملو ربنا قال ايه قال دورينج امبيريونيك لايف في الامبيريوجينيسز اثناء تكوين خلايا الجنين اي خلايا بتتكون في خلايا ضدها مفروض تعمل immune response الخلايا دي بتبقى نايف بتبقى جاهلة جاهلة not develop فاول ما الخلايا دي تشوف خلايا الليبر خلاص تمشي ما تجيش جنبه تاني tolerated ما تعملش ضده اي immune response شافة البون نفس الكلام يبقى اذا الجسم كله هيعرض نفسه للخلايا اللي موجودة او الخلايا اللي موجودة اللي مفروض تكون immune response ضده الخلايا دي نايف لسه في الانترا embryonic life و it will be deleted وما تشتغلش تاني خلاص يبقى اذا الجسم دلوقتي لما التفل ده يتولد يبقى protected against self immune response self immune response ما تردش عليه نهائيا علما بأن كل خلايا بتعمل immune response لحاجة معينة يعني خلية الليبر دي هسمي الليبر ده احمد يبقى فيه خلايا مفروض تكون ضد احمد مش هتتكون لأنها شافت احمد intra embryonic فبقت deleted ده central ربنا عمله اي حاجة هتتكون في الجسم اثناء embryonic immune system كله بتاعها دي will be deleted لكن حاجات هتتكون بعد الولادة يعني post natal لا بقى هتضرب فيه على طول فيه شوية من central tolerance تفلت تفلت ففيه الperipheral tolerance الperipheral tolerance ده يعني هنفهمه كده سريعا اي حاجة غريبة تخش او تبقى موجودة الجسم بياخدها ويسلمها للتيل انفوسايتس عشان تعمل ايضر انتيبودي ضدها او سيل ميدياتي عشان التيل انفوسايتس تشتغل عاوزة حاجة اسمها كوستيميولاتوري فاكتورز يعني ايه كوستيميولاتوري فاكتورز يعني يعني حاجات نسميها سايتو كاينز سايتو خلايا كاينز محركة السايتو كاينز دي هي لغة الكلام اللي بتكلم بها الخلايا انا بتكلم معاكم دلوقتي انتوا فاهميني فاهمين انا بقول ايه الخلايا ما لهاش لسانه ولا تتكلم انما بتتكلم بحاجة اسمها السايتو كاينز السايتو كاينز دي بقى معروفة دي للتي ودي للبي فالبريفيرال طوليرانس بيوقف دول يعني صحيح ان الانتش اندخل ومفروض ان يهاجم لكن مش قدرة الاميون سيستم ضده تشتغل لان الكوستيميولاتوري وقفت دي اسمها بريفيرال طوليرانس البريفيرال طوليرانس لها حاجات كتيرة اول اول حاجة الانيرجي او انيرجي انيرجي يعني هبوط في الريسبتورز بتاعة الاندجين وبالتالي مش هتشتغل هتبقى هتوقف الايجنورانس مش عاوز اقول لغباء العدم معرفة ايجنورانس بايه بحاجات مستخبية في جسمي هي تواجدت بوست نيتل مش انترانيتل انترانيتل خلاص فاهمنا ده بريفيرال وانتهينا دي سنترال وانتهينا هتختفي انما في حاجات مستخبية عن الاميون سيستر لو شفها مش هيعتقها زي الاسبيرمس الاسبيرمس دي ما تكونش انترانيتل دي بتكون اكسترانيتل وبالتالي هي ربنا حطاها في قرار مكيد حط الاسبيرم خباه عن الاميون سيستر اي تكسير في البرير ده هيتدى الاميون سيستر يشتغل لانه ما حصلوش سنترال دي وبالتالي ده حاجات سيكوستريتد فيه في الاي فيه اناتوميكال ستراكشورز في الاي الجسم ما يعرفهاش انترا انترا اه ابدومينل يعني وبالتالي بعد بال طفل لازم تكون العين دي انباريار سيكوستريتد محشورة السين اس برضو سيكوستريتد باريار ايه بقى ده ايه ده ايه ده ايه ده فيه الريجيوليشن ريجيوليشن يعني ايه يعني لما المفروض ان الانتجن يخش يا اما انت بود يا سلمي ده خلصنا من الانتجن لازم الخلايا اللي الموجودة يتبقى فيه ريجيولياتينج تيليمفوسايت تيليمفوسايت توقف الميكانيزم بس خلاص كفاية مش كله ضربة بقى مش هتيما كفاية انما كده كفاية تخلصنا من الانتجن لازم الريجيوليشن يقف يبقى الريجيوليشن ده مهمة وبعدين المفروض السايتوكاينز اللي هو ما بيجيش فيبقى ده اللي بيجي لنا اوتو ايميون ديزيز مع انا عارفين ان التوليرانس هو سنترال وبريفرال واجنورانت وكلام ده كله قالوا جينيتيك في جينز في الHLA اللي هو human lycocytic antigen ده مهمة اوي في transplantation مهمة اوي ففي انواع منه بتتواجد فانواع معينة من الاوتو ايميون ديزيز دي بتشغل الاوتو ايميون بتهيج الاوتو ايميون ميكانيزم دي جينيتيك فاكتور اللي هو الميجور هستو كومبتابيليتي اللي بنسميه human lycocytic hla في class 1 في حاجة اسمها hla b7 تعمل spondylosis في واحدة اسمها dr تعمل autoimmune diabetes وهكذا يبقى ده اول حاجة genetic factors تاني حاجة الhost factor الhost ذات نفسه وجبنا ان الاوتو ايميون ديزيز في الفيميل 85% في الميل 15 يعني اذا الفيميل 6 هربون بيلعب دور كبير في الاوتو ايميون اتيولوجي الفيميل اكتر environmental environmental infection جالي diphtheria diphtheria طلعت toxin toxin دي راح تشتغلت على receptor بتاع السوبرارين الو بتاع الهار لخبطت ال receptor اذا الشكل تغير اذا الخلية اتغيرت الجسم ما يعرف هش يبتدي يشتغل ضدها ابسط مثلا انتو عارفين وكلكم لما بتجيني اليميون response بيشتغل عليها الانتي بودي ضد الستري بودي هي نفس الانتي بودي اللي موجود على الهار او على الكيدني فيبتدي الانتي بودي دي ما تشتغلش على الستري بودي فقط بل على الهار والسوبرارين تعمل الروماتيك ها وباتك هارت في مصر النسبة عالية جدا نتيجة الستريبتوكوكال انفكشن او الجنوميريون نيفرايتس يبقى دا الانفكشن بتعمل تغيير تغيير في الخلية الريسيبتور حتى الجسم ما يعرفها شي يبتدي يضرب فيها وده اللي مسميه موليكولر ميميكري ميميكري يعني ايه انتو شايفين مثلا في فيلم محمود المليجي عمالي يضرب هو محمود المليجي ده واحد مكانه يشتغل لكن يشبهله يبقى ميميكري فالانتيبودي اللي بتيجي ضد حاجة ممكن يبقى لها ميميكري في الجسم يعني اي انتيبودي لها ميكروب فيروس يعني بكتيريا فيروس تروح ضربة فيها في حالة اسمها سوبر انتجن السوبر انتجن ده بيهيج اليميون سيستم لانه بيطلع حاجات كتيرة اوي زي السوبر بانك كده بيعمل حاجات خارقة بيطلع سيتوكاينز غريبة تهيج اليميون سيستم تخليه يضرب في النورمال سيستم رابع حاجة ال او 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 سيكوسترات دي اللي مستخب يبين نسبر متلعب العين اتعورت نتيجة ترومة حاجات مشيت للسي الناس الموليكيولز اعيش في عيش يعني انت تعرفوا البليتلت صفايح الدموية يجي يركب عليها دواء يتغير شكلها يوم الجسم يضرب في الدواء اللي لزق على البليتلت ويخلصنا من البليتلت يعني البليتلت دخلة في العملية ده اللي بيعمل أوتو ايميون ثرومبو ثرومبو يعني بليتل سايتو خلية دامج يعني دي بنسميها ثرومبو سايتو بينيا أوتو ايميون كل دي أوتو ايميون ديزيز المسأل بتاعنا البسيط الرأس ما دي انتو شايفين الميكروب اللي فوق ده او ده دخل في الخلية دخل في الجسم الجسم خده وده لل ايميون سيلز الاميون سيلز بطريقتها عملت الانتي بوديز الانتي بوديز دي خلصتنا من الميكروب انما الريسيبتورز على الميكروب هي الريسيبتورز على الميوكس من بريد بتاع القورة الكابت على 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 الكيدني على الجوين بتعمل اوتو ايميون في الحتة دي يبقى ده الميكري هنا ده شبه ده لو نيجي بقى على الرماتويد ارثرايتس الرماتويد ارثرايتس ده مرض بييجي نتيجة اوتو ايميون بيجيز كاركترايز باي بروغريسيب جوين دي دي اللي هي دي الجوين الصغيرة دي تيجي في الصوابع كده صوابع تتوي وفي في الجوين في الجوين تعمل قلم كبير جدا وفي نفس الوقت بتعمل لي manifestation في oral cavity اهو هادي حاجة ايه oral cavity هادي جين جدا حصل ان الكراتو كراتين و صايت الدمار دي بايه بشوية بحاجات اكل معين بتوكسنز دخلت جوه اي حاجة دخل التكسر دي يبتدي الجسم يعمل autoimmune لان الخلايا اتغير شكلها وتغير بقى autoimmune diseases انتو لازم تخلي بالكم منها لازم ال oral medicine ياخد باله من شكل العيان والcomplain بتاع العيان ويقود الافصص دي سببها كذا عشان نعلقه نعلقه صح مش نوع نحط كريم ومضمضة الافصص دي في افسص minor وميجور وفيه herpetic افسص التلاتة نون more in females at any age في family history فيهم عالي جدا من 25 الى 45 في المئة المانيفيستيشن بتاعته سورنس سينسيشن يوعد يوم او يومين ابل ما الالصر تظهر increase pain associated with inflammation يحصل inflammation والبين يزيد اوي وبعدين gradually disappear اهدي الافصص دي الافصص major ها وبتبقى ساعات كبيرة اوي فوق هنا ودي شوية افصص موجودين سهلين اوي ودي كلهم autoimmune وانا اعرفهم ازاي اول حاجة في الاوتو ايميون الباس الباس ايه الباس ده الباس الدزيز ده بيأثر على الجينيتاليا بيأثر على 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 البلود بيزلز على الكولم وعلى الورال باكال كافتي انا لو ما عرفتش ان ده بيهسد هاقض عالج الافصص او الانصر وبعدين فما لازم اعرف ان ده اورال مانفستيشن وبهس كمان لان الافصص دي الانفلاميشن اللي بيحصل في الميوكوزا الاريتشن اللي بتحصل في الميوكوزا بتخلي الهيتشوك عالية جدا عن النورمل هيتشوك بتاع الابسيليم الابسيليم ده هيتشوك هيتشوك كده بيخليه نورمل انما لو في الانفلاميشن بتزيد فيبتدي الاميون ريسبونس يشتغل ضده فده الافصد لو بسيت لوحدة وإلى دخل عندي العيادة ولقيت البوترفلاي أبيرنس على وشها وأقول دي حتى شوية بودرة حمرة لا ده ده ايه ده البوترفلاي أبيرنس بتاع اللوبس إيريثريم بتأثر على الجسم كله بما في ذلك الأورال كابتي فضلوا ادي ألصر بتاعة اللوبس فأنا بس لازم أبعرف إن ده لوبس عشان أدي علاج اللوبس أعرف إن ده بس عشان أدي علاج البس أعرف إن ده الحاجات دي كلها أقدر أعرفها وأبتدي أدي الكريمات بتاعتكم زائد علاج لل ال اللي هو الأوتو إميون ده بنفجاس بالجارس بنفجاس بالجارس دي بتعمل المناظر صعبة جدا أدي أورال ألصر ودي مانيفستيشن للأورال أفصص دي بقى البنفجاس بالجارس إذا ما تعلجتش العيان حيموت دي ما هيش عملية بسيطة دي فاتل ديزيز إذا لا تتعلم تعمل لجن في الماوس وفي السكال وفي الفيس وفي الهيد النك وبليسترز وكراس في السكين وبليسترز أندرو سورز كل دي حاجات بتاعت البنفجاس طيب يا ترى دي بنفجاس ولا لا أشوف بقية الشكل أشوف الكلينيكال منيفستيشن أو دي 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 البيشن جايلي عمل إيه ودينه العلاج اللي هقوله حالة تصور من البيشن أنيميا ممكن تعملي دوشة في الورا المانيفستيشن تخلي الماوس كل البابيل اللي فيه تروح ويبقى سموس وبعدين يحصل يديمة في الطنجو والسنان تعبي فيه هنا هو تعمل جروف زي ما كان السنان منظره وحش قوي البرنيش سانيميا دي اخد بني منها تعمل سي بي سي للعيان منظره شكله ايه جوجرانس سندروم وفيه ناس يقوله سي جوجرانس اللي عاوزين يقوله يقوله إنما هو اسمه جوجرانس سندروم دي المانيفستيشن بتاع وليه مانيفستيشن تاني واضحة في العيان حاجات في الآل وحاجات في وحاجات في ده كل ده في الأورال كابتي ارجوكو تخلي بالكو إن مش كل الأفاس ومش كل الأورال آآ 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 دي أورال آآ وشي تتعالج لأ لازم تعرفوا هي ايه اصلها وهدي اصلها هو اسألوني طب نعليك هزاي general immunosuppressive drugs non-steroidal anti-inflammatory عشان ال-pain بس ال-immunosuppressive drugs دي لها protocol لأنها ممكن تعملي immunity بتاعتي تروح خالص يعني عندي immune deficiency وإطلع لي بقى في الأورال كابتي ايه ايه مونيليا وايش حاجات دي أبتدي بحاجات صغيرة كورتيكو esteroides على خفيف anti-inflammatory على خفيف بعدين ندي metabolic بقى metabolic يعني ايه فيه وعنده سيروديتس السيروكسين ده مهم جدا لازم أدي anti-thyroid drugs وبعدين عشان أمشي السيروكسين أدي سيروكسين كل يوم الصبت 50 ميلي جرام أو 100 ميلي جرام أشوف يا إخواني إيه الموضوع وبعدين أعمل immune modulation immune modulation ده أسعى حاجة جديدة دلوقت أنا عارف عشان immune system يشتغل عاوز كوستيميولاتر أهم كوستيميولاتر اللي مكتوب وصادقه ده cd 28 يشتغل في علاج الكنسر للعلم بس أزوده بزوده في الكنسر علشان الكنسر عاوز immune system قوي إنما في الauto immune دي عاوز أقلله طب أعطره أقلله فأنا بوقف الimmune system بهذه الطريقة أنا بشكر القائمين على العمل بشكر الaudience على النفس شكراً أستاذنا الفاضل نسف أنا نكلم كتير نعم شكراً أستاذنا الفاضل الدكتور محمد شريف الله خليك بسم الله مشهور بلنا به إننا نقدم ساعتك تلمزيتك هما اللي بقدموك فده شرف لنا أولاً وأستاذنا اللي علمتنا وعلمت أساتذيتنا يعني الله يكرمك كل طب الأزهر يشهد وكل طب الأسلام جمعة سينة تشهد بذلك فشكراً جزيلاً لحضرتك ربنا خليك يا دكتور الله يباني فيك فن ربنا خليك بسم الله ما شاء الله كده لازم تعرفوا أي ألصر فبوق العيان ده سببها إيه بسم الله نعم 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 أستاذنا ربنا خليك فن مقدمة مقدمة دي ونشكر فيك دي بتاعت المؤتمر ونشكر السادة القائمين عليها من أول المعيدين وعلى رأسهم إسماعيل ثم المدرسين وعلى رأسهم صفتي وثم الأساتذة جمعاء جمعاء سيد الأستاذ الدكتور عميد الكلي شكرا للمستمعين ماشي ألف ألف سلام شكرا لأستاذنا الكبير لأستاذ الدكتور محمد الشريف وأستاذنا طبعا غني على التعريف في كل مجال الطب وطب الأسنان وكل أساتذ الطب الأسنان اللي هما من جلنا يعني يعرفو حق المعرفة وغني عن التعريف الأستاذ المايكرو بيولوجي والإيمينيولوجي في جامعة الأزهر وجامعة سين السلام عليكم ورحمة الله